موسيقى للجيش عالم خاص ولغات عسكرية يفهمها الجنود بأوامر قادتهم والجيش مجتمع من الرجال والنساء جميعهم مجندون لا تظهر بينهم ملامح النعومة أو العفوية بل هو الانضباط والقصوة والحزم في المسير أو الاستعراض أو في لحظات المواجهة لكن 31 ألف امرأة من مجندات الجيش الأوكراني جعلنا عنوان جيش الكعب العالي متصدرا منصات التواصل الاجتماعي إلى أن وصلت الصحف الرسمية والأوروبية والأمريكية والعربية بعد الضجة التي حدثتها بارتداء الكعب العالي خلال تدريب يسبق استعراضا عسكريا لهن في أوكرانيا وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت مؤخرا صورا لمجندات يرتدين أحذية بكعب ويسرن بطريقة عسكرية وهو ما يؤكد عزم الوزارة تقديم العرض العسكري بهذه الأحذية سيما بعد دعوة مشرعين مقربين من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بروشينكو إلى اعتبار الكعب العالي جزءا من الملابس العسكرية لكن الأمر وصل حد الغضب في أروقة البرلمان الأوكراني الذي اعتبره أحدهم أنه تقليل من قيمة المرأة المجندة في الجيش الأمر وصل حد التحقيق في إجراءات مظهر النساء المجندات التي يصل أكثر من أربعة ألاف منهن برتبة ضابط في الجيش الأوكراني ترجمة نانسي قنقر